ونستقبل معنا هلأ بالستوديو مريم نور يلي قالت لي أنه ما بتحبي نقال شيء قبل اسمه يعني فينا نقول مفكرة فينا نقول بشي ناشيء أبني وعلم آدم الأسماء خلصنا الاسم الاسم حتى ما في اسم عائلة بس بدك كلمتين تأخذ بسفور مريم نور سميني موسى الصدر أنا شفته مسيح مريم نور سبع أحرف مره يمه نور حملت الفسفور خلص خبرتيني هلأ أنه بعدك مساكرة التلفون مع أوباما شخصيا ولي بيقلك لا قالو كذبني في بالأخليقيني طيب شو عم بيصير حديث بينك وبين أوباما شغلة كتير قوية بدي أضوي هالشمعة ومدرسوا لمين هايدي الشمعة إذا بتبعتوا أي مكتوب على البيت الأبيض لأوباما وما بيرد علي يكون في ناس معكم وناس ضدكم لا كيف عم بيقتل حاله هلأتني لأنه شفت كيف أطرع على المطعم شفتوها شو صار معه بالمطعم ما قادر يدفع عشرة طول الكريدت كارت بس أوباما ما طلع يخشي مثل غيره يعني كنا متأملين أكتر منه وفاقسنا ما فاقسيك ما فاقسيك ما شي 2 بالمية حكمين العالم بالصرمية قال لي أوباما 80 بالمية من بنيات لبنان بدت وأعرجع عمريكا واجهله ريثيلة لأوباما شو بتقوليله هلأ لأوباما إذا أوباما قدامك شو بتقوليله شو بتقوليله هلأ قال لي أوباما بد يجي على لبنان ويشكر أنه في تليفزيون سمح لها الحرية لها المرة قلت له تحسين خياط بيروح لعندك هلأ في علاقة بين تحسين خياط أوباما من خدم خياطي أنا بس أنه كيف تيريك هالمرة بتحمل هالكتب الممنوعة متل هيدا فرجين هاي بكتب أباوذ ميند أباوذ ميند أباوذ ميند طلعوا من الفكر إلى أعلى من الفكر إلى الذكر على منابر من نور في لحظات القيامة طب كيف شو الحلو شو بنا نعمر غزائكم دواءكم الغذاء الغذاء بدك تقرأ بس سكوتس تسأيلها السؤال خلس بدي أقرأ طبบ إليها؟ صدوا مش خلس خلصنا بقى صداتو لحو فرجيني هلأ هيدا الكتب التي النواية عامره سبع سنين لم يكن رو على المدرسة قال له لابا يوم بادي مامي سليبس ود فؤاد مامي سليبس ود فؤاد رح سأله لا مرته لو عند الأرمن هيقو عنا نحنا قطع قال لأنت بتنامي مع فؤاد قالت لأي قال سامحيني لو البدك يهل عيتي فيه لا قال لأ لو البدك يهل عيتي فيه سامحيني انتي أختوها وليدو هو هيك أنت بتشجع الخيانة؟ ما أنا خيانة هاي سكوت بقى سكوت صادق ألا ما تقري الفتحة إذا كنت صادق سكوت بقى هلا لا ما تعمل شي بتعرفوه سد اللي هاتمه خلص سداك وياللي عنده مرض وعم بيموت يخي العظام وهي رميم بيجي لعندي بقى أنت ما رح تسترجل تخيرها شوها؟ هاي حبة ما فيني لكم كم ألف دولار حقها حبة شو بتعاملها؟ شو ما نفعل؟ بسئلك بس 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 ما أنا ما بعرف طيب شو؟ ما فإذا رح يحكي معكون؟ انتبهوا لكل دائن دواء ومفل أنت وأنا بحكي واحد لأن العتمة ما فيها تحاول النور الكذبة ما فيها تحاول الحقيقة مصيبة كبيرة ما فينا إطلع مع حدا بس بركي حدا من هالعميين يا ما في أحياء بالقبور على الحبيب وأموت بالقبور وأحياء بالقصور وأموت بالقصور خلصنا العلاجكم ودوائكم هاو دي اتنين سكوت هاو دي اتنين أعشاب بيطلعون مثل الشفافية بحبة التمر طيب الجهل اقرأ أيها العربية العربية ما بيقرأ كلمة اقرأ قاف مش اقرأ كلهم كتاباتك فإذا بتشوفوا إديش فينا نعمل دغري الخاء دعونا فيها الكلمة هلا هايدي صابون شجرة تعطيك صابون ها هادك تعمل سالك عنه بالوقت بتغسل تيابك فيها ما بدك صابون صابونة صابونة ما بدك صابون بتغسل تيابك هايدي بتطلع بالهند وعم نزرعها هون بلبنان هايدي اسمها مورينغا هالشجرة عم تطلع بالبنان الزرعنها بالمورينغا امراض كتير بتشفيها بس بتكلها عمدها عصير متل ما اشبت القمح في اخد واحدة هايدي هام نكلا سكر ليت أمك اللو بتفتح أزك أحلا مين المعلم تبعي كتاب؟ معلو اسم خلاص شنالو اسمي اوشو اوشو ميتشو كوشي كلهم أموات جسديا بس احياء عند ربهم يرزقون انا بكون عم بقرة وبذكر اذا دق التليفون بنقاذ يابي يسأل سؤال ساقي بقوله كل درعة وبسكي اي يعني الدرعة بيصح احنا بدي اقوله الحرة جميعهم واحدين هوا بيقولولي لسانك كتير زفر بد ما تقولي خيري خلا نقطة تزحطان ما مرة في واحد اسمه حسن خلا تنقال تقيلة لا تقيلة عايب لعنى هنك حملة بالجسمك كبيرة كم شخص تجوزتي بحياتك ولا ما بعرف هلأ مجوزتك لك هلأ ان احنا تجوزنا من المعروف اه دبروك شو هو الزواج شو هو الزواج نعم الزواج هو ارتباط روحي بعد عمرته بعد عمرته ام مع ولادة مع الحيوانات اللي انت معون هيدا هو الزواج مشان هيك اروبتها بالنكاح ما حدا يأخذ يسمحون كما سترة كما سترة انا ماني مسلمي ولا بنتمي الى اي دين ولكن عشق معلمي الى محمد وعلي والقراءة طيب سؤال اذا انت مرت فيه بوسك وانما كان هلأ عم بتبوسني مش مش شفاف القبلة اينما توليتم فتم وجه الله هيدا الكبالة يعني مصير النعمر ساكس عم بعيد هلأ ما بيلك الا بها بسكوتن ابر ام فن انا مرت ماشي ماشي خلينا نحكي هلأ ونقول وداعا ايها الجهل وداعا ايها المرض وداعا بواحد وعشرين يوم اذا ما شفيت قطعوا لي راسي بتحدى الاطباء كلهم ورجال الدين ورجال العلماء كلهم اذا كنت عم بكزو شكرا مريم نور على الانترفيو اللي حكيت فيها بقصص بمختصر مفيد بامور مترابطة مع بعض بوضوح معين بعتولي بريد الالكتروني كلكن ما تتلفنو بنأس بس حدا يتلفين بسأل سؤالي السخيفة ايميل بتبعتو ايميل ويكون واضح شو الايميل طبعي مريم مريم نور دوت كوم وبس برافو الشيانان هادي اول حلقة اول برنامج بلبنان مريم نور ما بتهرب منكن وما بتترك الحلقة برافو فؤاد انا بحب انيك تانكيو مريم نور